اهلا بحضراتكم مرة تانية الحيان ومن اهم الاحداث والاخبار اللي حصلت انبارح هو توجيه سيدة الرئيس عبدالفتاح السيسي باستمرار وتعميق الدرسات الخاصة بالاوضاع الاقتصادية العالمية وانعكستها على الاقتصاد المصري وعملية التنمية تطبعا بهدف الحفاظ على مكتسبات الجهود النجحة الاقتصادية اللي تمت خلال السنوات الماضية في مجال هذه الاسلحات او الاسلحات المتعلقة بالاقتصاد المصري خلينا نعرف تفاصيل اكتر من دكتور وليد جاب الله الخبيل الاقتصادي عضو الجمعية المصرية الاقتصاد والاحصاء والتشريع صباح الخير رحضيك يا دكتور نورنا في صباح الخير يا مصر اهلا وصحنا صباح الخير اهلا بي طيب قبل ما نبتدي ننظر للأوضاع الاقتصادية والأوضاع العالمية الموجودة دلوقتي وازاي بتنعكس على الاقتصاد المصري محتاجين اول نعرف من حضرتك ايه هي اهم المكتسبات اللي قدرنا ان احنا نحصل عليها المكتسبات الاقتصادية بالنسبة لمصر خلال الفترة اللي فاتت يعني طبعا قلنا نبدأ يعني مصر التنمية للمصري مع بداية برنامج الاصلاح الاقتصادي نوفمبر 2016 حققت مصر فيه الكثير من المكتسبات حتى نوفمبر 2019 اهمها دعم مالية الدولة وتطورها تحقيق فائد اولي في الموازنة نجحت الدولة بزيادة الاحتياطي بسيطرة على عجز الموازنة الحقيقة مجموعة كبيرة جدا من المؤشرات المالية اللي تمت خلال الفترة ديا ارتبطت بيها انطلاقة كبيرة في مجال المشروعات القومية وده اللي هيئة بيئة الاستثمار والانطلاق في قطاعات الزراعة وقطاعات الصناعة وكان من المفترض بعدما البرنامج انتهى في نوفمبر 2019 ان يكون عام 2020 عام انطلاقة كبيرة جدا في القطاع الصناعي والقطاع الزراعي والقطاعات السقيلة يعني بعدما الاقتصاد اتخذ قطاعات قاطرة للتنمية زي قطاع التشييد والبناء وقنوط السويس والسياحة والاستخراجات البترولية كل ده كان من المفترض بقى ان بعدما تهيئت بيئة الاستثمار بنية تحتية اراضي صناعية مواني مطورة ان الكطاعات الصقيلة بقى الصناعة والزراعة يتم اطلاقهم في 2020 طبعا قتت قزمة كورونا جانب كبير من المكتسبات الخاصة ببرنامج الاستلاح الاقتصادي تم دخها في صورة حزم مسندة للكطاعات المتضررة خلال عام ونصف 2020 ونصف الاول من 2021 نجح البرنامج الاستلاح الاقتصادي ومكتسبات الدولة المصرية خلاله ان هما يتوقعوا الصدمة بنسبة 100% نيابة عن المواطن وبدأنا في النصف الثاني من 2021 انطلاقة كبيرة جدا بمعدلات نمو 9% وديا كان فقط توقعات المؤسسات الدولية وحتى توقعات الاقتصاديين المصريين 9% ده كان معدل نمو كبير جدا وكنا بنتوقع انطلاقة كبيرة جدا لكن مشينا بهذا المعدل في النصف الثاني من 2021 وشهر و22 يوم من 2022 بدأت الحرب الاوكرانية في 2022 الامر اللي قدى الى ارباك كبير جدا وعادة ترتيب اوراق قلاق الكبيرة جدا جدا في الاقتصاد العالمي يمكن الاقتصاد ما كانش لاحق يتنفس علشان يوجه هذه المسألة ولكن هناك فارق كبير ما بين الازمتين ازمة الحرب الاوكرانية وازمة كورونا ازمة كورونا كون احنا عندنا مشكلة ان ما فيش طلب المستهلك ما بيطلبش فكان المستثمر مش عارف يشتغل لان حجم الطلب كان قليل ناس عادة في البيوت ما بيطلبش اي شيء بالعكس بقى اعتبارا من نصف الثاني ل 2021 ابتدى معدل استهلاك يزيد ابتدى مع التعافي من كورونا الناس محتاجة استهلاكات كبيرة جدا عايزة تعود سنة ونص من الغلق فكان هناك زيادة في الاستهلاك ده الخلق اختلاف لتداعيات الحرب الاوكرانية ان بقى عندي طلب كتير جدا وعرض قليل قليل لان الجهاز الانتاج العالمي اللي توقف تطويره لمدة عام ونصف مش قادر يكمل نفس الوقت عندي مشاكل في سلاسل الانتاج هذا الامر لما بيكون عندي طلب كبير والعرض قليل هذا الامر بيخلق فرص استثمارية وده اللي يجب نشتغل عليه خلينا بقى صريح محرك في تصاعد كبير لمعدلات التضخم في كافة انحاء العالم في كافة دول العالم في اكبر دول العالم معدلات التضخم في ازدياد كيف عملت الدولة المصرية على خفض معدلات التضخم ما هو برنامج الحكومة في هذا الامر معدلات التضخم في الاقتصاد الحالي هي يعني عايزة اقول ان هي تضخم اداري وليس تضخم اقتصاد لان هاذه الامور او هذا التضخم كان بسبب قرارات ادارية او قرارات سياسية وعقوبات معينة ترتب عليها ارتفاع كبير في التضخم في الدول الصناعية اللي بتصدر منتجاتها الى كل دول العالم ترتب عليها ارتفاع في اسعار الطاقة وبصفة عامة بالتالي في هذا التضخم تضخم بقرارات احنا طرف في العالم احنا مندمجين في العالم الصعوبة عندنا والتحدي الكبير بالنسبة للمصر أن مصر هي الشريك الأول لروسيا في فريقيا والشرق الأوسط مصر هي الشريك التجاري الأول لأوكرانيا في فريقيا والشرق الأوسط مصر هي الشريك التجاري الأول لأمريكا في فريقيا والخامس في الشرق الأوسط الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأول لمصر فشايف حجم التشابكات للاقتصاد المصري بيقوم بيها من هنا اشتغلت الدولة المصرية بالعديد من القرارات اشتغلت بمحاور أو بمحوارين متوازنين المحور الأول هو زيادة الرواتب أسعار بتزيد طيب هنزود الرواتب اشتبعنا كان فيه باقة من العلوات في إبريل اللي كان مقرر أنه كان يتم في شهر 7 كان في إبريل وكان هناك رفع لحد الأدنى للأجور في إبريل وكان هناك زيادة في مخصصات السلع التموينية في إبريل وبعد حزمة إبريل كان هناك حزمة أخرى كانت مؤخرا وكان فيه حزمة 300 جنيه وزيادة الحد الأدنى وغيرها من الحزم احنا لو تتبعنا الحزم المسندة اللي بدأت من تدعيات كورونا واستمرت مع تدعيات الحرب الأوكرانية بنقول أن الدولة بتشتغل على محور زيادة الأجور ولما بقول زيادة الأجور وزيادة المعاشات ما بينعكسش فقط على أصحاب الأجور والمعاشات العاملين في الدولة لكن ما يحصلوا عليه من أجور بيتم دخها للبقال والجزار وفي الجانب الآخر كان هناك محاولة للسيطرة على الأسعار من خلال إجراءات تبعنا أن الأول مرة كان هناك تسعير جبريه للخبز الحر الحبز السياح تبعنا أن الدولة المصرية بتطرح سلع بأسعار عادلة في المجمعات الحكومية المتعددة اللي أيضا بتنشئ الكثير من المعارض معارض أهلاً بالمدارس معارض أهلاً رمضان الكثير من المعارض النهاردة السلع الاحتياجات الأساسية للمواطن موجودة في المعارض الحكومية وده مهم جداً مش بس علشان المواطن يحصل على السلع منها ولكن علشان يضبط الأسعار في بقية السوق سيما وأن جانب كبير من التضاقم هو مركز في باقة الغزاء صحيح طيب يعني إحنا دلوقتي بنتكلم عن دراسة دراسة معمقة ومتخصصة في الأوضاع الاقتصادية العالمية لأي مدى وجود هذه الدراسات لما تكون دولة بتتبعها أو بتقوم بيها بشكل معمق جداً لأي مدى ده بينعكس على اتخاذ القرارات الصائبة المختصة والمتعلقة بالاقتصاد يمكن إحنا في وقت كورونا شفنا أن بالفعل الخطوات الاستباقية والخطط الاستباقية اللي كانت الدولة اتخذتها شفنا جدواها في كورونا يعني أنا عايز أقول لحضرتك أن فكرة أن يكون هناك دراسات وتوقعات مستقبلية هي قاقع عادة هي موجودة مجلس الوزراء عنده وحدة للإنزال المبكر وبتقوم بأبحاث وزارة التقديق عندها وحدة بتقوم بأبحاث ولكن توجيه السيد الرئيس بالتركيز على هذه الدراسات يعطاها الأولوية اللازمة ومتابعتها بيعطيها القوة يعني ما تبقاش مجرد دراسات يتم نشرها في المجلات ويتم وضعها في الأدراج ولكن النهاردة تركيز الرئيس وتوجيهه بأن المنهج العلمي يطبق وأن يكون هناك دراسات حقيقية واضحة ده معناه أن هذه الدراسات سيتم تركيز عليها خلال الفترة القادمة وأن السيد الرئيس يركز على اتخاذ المنهج العلمي لتجاوز تلك الأزم في دول عندها أزمات غذاء وفي دول عندها أزمات طاقة وفي دول حصلت فيها كوارث كبيرة جدا ولكن مصر ربما الحمد لله لم نلحظ أي تأثير يعني صحيح في ارتفاع في أسعار العملات الأجنبية على رأسهم الدولار في ارتفاع في أسعار الغذاء ولكن لو بصيت للمقارنات الأخرى ربما لو عملنا كده مقارنة مثلا بسيطة ممكن نقول إيه يعني أنا عايز أقول إن دايما إحنا عشان بنحب بلدنا دايما بيبقى المعارة عندنا هو الكمان فأنت بتلاقي حد من الاقتصاديين يعني طالع بيكلمك زي كده ببقى فرحان جدا إن إحنا هنحقق صندوق النقد متوقع لنا 4 و 4 من 10 معدل نمو ووزيرة التخطيط عرضت على الرئيس بالأمس إن مصر إن شاء الله تحقق معدل نمو 5% ونسعيد جدا بينما كنا في النصف الأول من 20-20 كنا سعداء بتحقيق معدل نمو 9% فإزاي إحنا كنا سعداء بتسعة في المية وبينما إحنا سعداء النهاردة بتحقيق 5% رغم أن هي أقل من التسعة بكتير العبرة ليست بالكمال العبرة بصدر في العالم العالم رايح فين أنا معدل النمو بالنسبة لي أعلى من المتوسط العالمي ولا لا إحنا دايما معدل النمو منذ بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي أعلى من المتوسط النمو العالمي أنا معدل التضخم عندي فين؟ ومعدلات التضخم في الدول الأخرى المشابهة لي في الاقتصادات النشأة ففكرة أن يكون هناك تحديات ونقبلها بابتسامة ليس إنقارا للتحديات ولكنه إدراكا بحجم التحديات وبأن حالنا في مواجهة هذه التحديات أفضل من غيرنا سيما وأن الاقتصاد المصري يتميز عن غيره من الاقتصادات المنطقة بأنه متعدد الأوراق متعدد الكطاعات لدينا دول لديها بيترول أو سياحة نحن لدينا بيترول سياحة زراعة صناعة قناة السويس كطاعات كثيرة متنوعة في الاقتصاد المصري فتنوع الاقتصاد المصري مع إدارته الجيدة بيترطب عليه الكدرة على مواجهة التحديات ما نركزش بقى زي ما بيركز على الارتفاع أسعار بعرف أن هناك جانب آخر وهو زيادة أجور أنا عايز أقول رقم واحد بس أن مخصصات الأجور في الموازنة العامة في 2010 كانت بتزيد قليلاً عن 80 مليار دولار النهاردة مخصصات الأجور في الموازنة 400 مليار دولار أسف بتزيد قليلاً عن 80 مليار جنيه في 2010 النهاردة مخصصات الأجور في الموازنة بتصل إلى نحو 400 مليار جنيه فـ 80 مليار أصبحت 400 مليار بالتأكيد حجم النقود صحيح بكل تأكيد يعني زي ما أحدتك كيف أن فكرة وجود دراسات معمقة ومتخصصة في المتغيرات العالمية إن كانت السياسية اللي بتنعكس على الاقتصاد أو متغيرات الاقتصادية أيضاً تغيرات متطالبات سوق العمل العالمي اللي بينعكس بطبيعة الحال يعني زي ما حضرك قلت إحنا مش في معزل عن العالم دي خطوة مهمة جداً يمكن هي موجودة من زمان بس فكرة الاعتماد عليها بشكل كبير دلوقتي دي نقطة إيجابية شفنا صداها الحقيقة خلال الأزمات العالمية اللي حصلت على مدار السنتين الفاتحة وبشكر حضر الجزيل الشكر الدكتور وليد جبالة الخبيل الاقتصادي وعضو الجماعية المصرية الاقتصاد والاستقاء والتشرين عورتنا في سبع حين شكراً جزيل